لن يسألك الله سبحانه وتعالى عن أن فلاناً ضل إلا إذا كنت أنت سبباً في ضلاله إذا كنت أنت السبب الذي أضللته نعم سيسألك الله لكن إذا لم تكن سبباً فلا حرج عليك إذا كنت سبباً في إضلال الناس فستحاسب على هذا أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لا يسألك عن ذنوب عباده كل واحد يسأل عن نفسه المسؤولية في يوم القيامة مسؤولية فردية كل واحد مسؤول عن نفسه ما يسألك الله عن الناس أنت إذا كنت قادراً على دعوة الناس على هدايتهم على نصحهم اعمل بما تستطيع لكن إذا لم تستطع لا يسألك الله لا يكلفك الله لا يؤاخذك الله أن فلاناً ضل فلاناً لم يهتدي فلاناً لم يسلم لا يؤاخذك الله في يوم القيامة إطبئن لن يسألك الله سبحانه وتعالى عن أن فلاناً ضل إلا إذا كنت أنت سبباً في ضلاله إذا كنت أنت السبب الذي أضللته نعم سيسألك الله لكن إذا لم تكن سبباً فلا حرج عليك إذا كنت سبباً في إضلال الناس فستحاسب على هذا كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً أظن أن هذا الأمر إذا تفكرنا فيه فإنه سيحجزنا عن كثير من هذه الأمور لأن الإنسان حينئذ ينظر إلى مصلحة نفسه هو هو ينظر ثانياً إلى مصلحة إخوانه وإلى مصلحة تأليف القلوب وصفاء الصدور وأن نكون صفاً واحداً كما أراد الله سبحانه وتعالى منا ترجمة نانسي قنقر